في سؤال الآخر يقول ورد في صحيح مسلم حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله ما معنى هذا الحديث وهل هو مخصوص بزمن المصطفى صلى الله عليه وسلم أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك أثاركم الحديث صحيح ومعناه أن البيت الذي يخلو من التمر وصاب أهله بالجوع لأن التمر غذاء جاهز غذاء جاهز يسهل تناوله في أي وقت ولسيما للجائع خلاف غيره من الأغذية فإنه محتاج إلى إصلاح وإلى إعداد وربما يطول الانتظار على الجائع والمحتاج للأكل نعم